رأيين ماشيين في البلد رأيي بيقول ثورة 25 يناير بنحتفل بيها باول زنة وباول ذكرى وده احتفال ورأيي تاني بيقول نحتفل بايه والثورة لسه ما خلصتش ده موجود وده موجود ايه اللي هيحصل على الارض بقى احنا لسه مش عارفين ولكن اللي عارفين المتأكدين منه ان الشقين شغالين والشق الاحتفالي النهاردة حيكون معنا وحنتكلم عن احتفالية في حب الثورة النهاردة حيكون معنا ومنورنا في حب مصر وهو المنصق العامل الاحتفالية الاستاذ شريف خالد المسؤول والمنصق العامل هذا هي الحفل سبعا خير يا فنان سبعا خير شقين موجودين على الارض وبيتصارعوا كده زي بزبط الدستور قبلنا وانا ببرلمان اولا طيب خليدينا نتكلم على الشق الاحتفالي اولا اخترتوا الاحتفال باستورة على مدى اربع حفلات كانوا اكتر على هذا الاحتفال هو الاحتفال الاولاني هيكون يوم 25 هو احتفال شعبي هيكون في مدان التحرير واللي بينظمه وبيشرف عليه وبيقيمه وفقراته هو الشباب الثورة نفسهم الشباب 25 بالاشتراك مع وزارة الثقافة هتقوم ببعض العروض بالتنسيق مع الشباب وفي نفس التوقيت هيتم فتح مراكز قصور الثقافة في المحافظات بتقدم بعض الفلكلور والاحتفالات الشعبية الاحتفال الثاني يوم 29 وده الاحتفال الرسمي للدولة بيقيمه المجلس الاعلى للقوات المسلحة هيكون في مصر حجلاء الاحتفال الثالث يوم 3 فبراير وده بيقيمه التلفزيون المصري برضو في مصر حجلاء الاحتفال هي الكبيرة بقى اللي هي يوم 10 فبراير وده اللي احنا اخترنا لها مسمى في حب مصر ده بالتنسيق ما بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة وزارة الاعلام وزارة الثقافة واحدى الشركات الخاصة فكده بنقول ان جميع فئات المجتمع بتشارك في الحفلة الكبيرة اللي هي يوم 10 فبراير سواء دولة سواء حكومة سواء مجتمع مدن مين فقدم صاحب الفاقة هذه الفكرة اصلا في بداية خاصة فكرة انا حفلة في مصر لا اهي فكرة الاحتفال بشكل عام بشكل بقى هذه السلسلة من الحفلات الحقيقة دي كانت مبادرة من المجلس الاعلى والشؤون اللي بيشرف عليها الشؤون المعنوية الحياة في القوات المسلحة وهم يعني اعتقد من اول يوم وهم بيسندوا بيبركوا الثورة ويمكن هنفتكر اول بيان طلع للمجلس الاعلى لما بدأت الثورة ونزل قال احنا مع الشرعية الدستورية ولما بنقول الشرعية الدستورية مش معناها السلطة او النظام شرعية الدستورية يعني معناها الشعب لان هو الشعب هو اللي بيختار رئيس الدولة وهو اللي بيختار اعضاء مجلس الشعب فهو يعني من اول يوم كان بيقابدى انحيازه لرغبات الشعب المصر هل هو بيحتفل بنجاح الثورة ولا هو بيحتفل بجرد بس مرور عام على هذا الحدث المهم في تاريخ مصر بص حليق احنا لو بنكلم على نجاح الثورة هي حقيقة كتير ولسه طبعا اكيد الشباب بيطمحوا في حاجات اكبر من كده ولكن خلينا نقول ان احنا دخلنا في حراق جديد في البلد ان في انتخابات حرة ونازية حصلت في مجلس الشعب شفنا اعداد غير مسبوقة تقلبت على التصويت فهيبقى الاول مرة عندنا مجلس الشعب ومنتخب جميع توقفه وقراء الشعب واختلاف الاتجاهات الموجودة والطيارات السياسية عندنا فيه دستور جديد هيتعمل فيه الاتخابات الرئاسية هتتم في شهر ستة فده كله اعتقد نجاح كبير اوي يعني فيه سيستم كامل بيتغير احنا يعني مش بساطة نحن نتكلم على افراد ولكن نتكلم على سيستم حياة وسيستم بلد بيغير مجرى الحياة وبيغير قريطة الطريق في مصر كلها جاه هم نتكلم ان احنا بنحتفل او يعني بنقيد التغيير اللي حصل الناتج عن الايام او العام الاول من الثورة مش ان اه دي حاجة خلصت فبنحتفل بيها عشان ايه ده الله كانت حاجة لطيفة اوي وخلصت ويمكن ان اجمل اجمل تعبير سمعته الحقيقة في الشؤون المعناية وهي في القوات المسلحة انه قال احنا كمان بنرسخ ان احنا لما حنسلم السلطة بنرسخ للناس اللي غاية بعدينا في العام القادم يفضل دايما يحتفل بالزخرة دي وديه الية موجودة سبتة عادة سبتة زي ما بنحتفل بستة اكتوبر 23 يوليو طيب مين الفانين المشاركين في الاحتفاليات دي خليني اكلمك على الاحتفالية بتاعت يوم 10 فبراير اكتر عشان هي يعني مش احتفالية فانية فقط ولكن فيها العديد من الفقرات والعديد من المفاجئات احنا حنبدأ ان شاء الله يعني الاحتفالية هتبدأ الساعة 3 ونص في استاد القاهرة وحتنتهي في حدود العشرة مساء بيتم فيها الفقرة الاولى بيتم فيها تقريم اسرة لأحد الشهداء المصريين كان قرمز لباقي الشهداء اسرة من مصر اسرة من تونس واسرة من ليبيا ليه بنقول كده بنقول ان الدول اللي نجحت فيها للثورات اللي هي الربيع العربي مصر ام الدنيا زي ما احنا دي من تونة امرينا بنغني بنقول مصر ام الدنيا وهي كبيرة العرب فحتى الاحتفال بالثورات العربية بيتم تحت المظلة المصرية فدي الفقرة الاولى لتقريم نموذج من كل بلد نموذج للأسر الشهداء الفقرة التانية زي ما بنقول احنا دلوقتي فيه حراق في البلد كلها وكل فئات المجتمع بتشارك ففيه عرض الزاوي الاحتياجات الخاصة حيتكون في ارض الملعب وبعد كده هنشوف مباراة جميلة جدا ما بين فريق السم والبقم للمعاقين وده تأهل النهايات كاس العالم السنة دي خايل مع حيلعب فريق الفنانين وقدامة اللعيبة عندنا فقرة تانية فنية لوزارة الثقافة القرار بتاع الأوبرا حيغني بعض الأغاني الوطنية والأغاني التراث القديم زي سيد درويش والأغاني الجميلة بتاعت زمان وبعدين عندنا بقى الأوبريت الكبير اللي هو اسمه الربيع العربي بيشارك فيه من مصر الفنان محمد الحلو الفنان خالس سليم الفنان غادة رجب بيشارك من تونس الفنانة سومة من ليبيا فنان اسمه يحيا نجوم كتير قوي حيشاركوا الحياة في الأوبريت ده وحيتم على يعني الأسناء الأوبريت هو بيتغنى فيه طابلات سرادية بتعبر عن الكلمات اللي بتتم في الأوبريت وبعدين فيه مباراة قبرى بين المنتخب القومي المصري والحياة فيه وتونس دي لها تأجلت في 14 يناير لا هو 10 فبراير كله بس كان فيه كلام المفوكة تبقى 14 يناير في احتفال الذكرى الأولى بس تم تأجلها ده اللي احنا فهمنا يعني يعني الحقيقة ما عنديش فكرة على الموضوع 14 يناير مهم ما هتحصل يوم 10 فبراير بس برضو مرتبط ان تونس موجود دلوقتي في بطولة الأمم الأفريقية فلكن المفروض ان خلصت يعني تشب الاتفاق التم النهائي وعندنا البديل لو تونس اعتذرت ان احنا برضو غيبين منتخب احدى الدول الكبيرة حيلعب المنتخب المصري خلينا اقول بس طب احنا هل احتفال بقى ان احنا حنعمل مباراة وفقرات جنائية احنا على همش لاحتفال الحقيقة فيه ثلاثة أحداث مهمة جدا حتى تنم الحدث الأول حيبقى فيه مزاد على مقتنيات الفنانين والمشاهير والكتاب والمثقفين والرياضيين المزاد ده حيخصص دخله لصالح صندوق المصابين واسر الشهداء عندنا تانية مبادرة تانية اللي هي مبادرة العمل يعني احنا يمكن انا عايز برده اقول ان بيشارك في الاحتفالية الشباب نصوم احنا بقالنا فترة بنجتمع معهم عشان يبقوا مشاركين بفعالية في قلب الاحتفال فعايزين نوجد فرص عمل للشباب بس مش الشباب بالتصورة لكل الشباب بالمصر احنا عايزين نقول احنا لما اخترنا اسم في حب مصر الاحتفالية بنقول بقى ان بداية عمل يعني احنا كفايانا صراعات بقى وكفايانا اختلافات وتشكيك عايزين نبدأ فعلا نشتغل وده اللي الشباب لما كلمنا عم قالوا قالوا احنا غيرنا حياة في مصر عايزين نوري بقى كمان احنا ايه الانجاز اللي هنعمله في البلد ايه الجديد وتطوير اللي هيحصل فهيبدأ بالعمل فالحقيقة احنا من هنا بنقول مبادرة لرجال الاعمال كلهم وشراكات القطاع الخاص كل اللي عنده وظيفة يقدر يبعثهن على ايميل وظايف atfalcongroupinternational.org ده محطوط على الشاشة المفروض اه هنقوله تاني وظايف atfalcongroupinternational.org اوكي هايل يعني تبطوح فرص عمل بالزبط الفرص العمل دي في اي مجال يعني في كل المجالات حلو تبطوح دي الوسيط ما بين اللي بحتاج الفرصة وما بين صاحب العمل اللي حيقوم بتصنيف الوظيف اللي حجلنا واللي حيقوم باختيار الشباب المتقدم هم الشباب نفسهم مفيش اي جهة حتدخل في الكلام ده ولكن احنا حنوفر لهم الوظيف عشان دي يعني من اهم الحاجات اللي احنا كلمنا يمكن عنها النهاردة يعني يعني ده اهم حاجة حاليا احنا بيحتاجينها بصراحة وهو ان يبقى فيه فرص عمل لان يعني فهم فيه مشاكل كتير اقوي في الحكاية دي طيب عايزين نعرف دولات يا فندم هل المفانيين اللي مشاركين اتفادر اكمل الحاجة بس بقيت المبادرات التانية وبعدين فيه هيبقى فيه برضو المناجدة التانية اللي بنقولها للجمهور هيبقى فيه عربيات اسعاف كتيرة موجودة علشان التبرع بالدم لصالح المستشفى القطاع العام والتأمين الصحي واول حد هيخش يتبرع بالدم وهما كانوا مصممين على كده ان هما الشباب نفسهم بتوع 25 يناير ان هما هيقوموا بالتبرع بالدم بالناشط برضو الناس اللي عندها ادوية زيادة او صالحة ان هو يتبرع بيها عشان نقدر نديها للتأمين الصحي ونشارك به المبادرة الاخيرة وهي مبادرة لدعم الاقتصاد المصري والحقيقة تبنها احد البنوخ الاستثمارية المصرية وقام بفتح حساب واول المتبرعين في الحساب ده هما كانوا العاملين من البنك المبادرة دي للعملين في الخارج بنقول لو كل واحد زي ما راحوا كده ادى صوته شاركه فعلا بفعالية فلازم كلنا نشارك للبلد احنا دلوقتي ابنتاج للسندوق النقد الدولي وده شيء مهم جدا ان احنا نقترد بس عايزين نقول برضو ابناءنا او لبينا ان احنا هما يقفوا مع البلد فالمبادرة ان كل حد خارج البلد يقدر يتبرع بمئة دولار بالاضافة للمصريين اللي هو وهيخصص الدخل بالكامل لصالح وزارة المالية او للدولة هي حتقول حتستخدم المبلغ ده في اي جهة او اي اي نشاط معاين هايل جدا وكلها خطوات رائعة خلالي تكلم بقى عن النجعة تاين الموضوع للشكل الاحتفالي الفدانين هياخدوا اجر عن المشاركة ولا متبرعين لا كلهم متبرعين ويمكن كمان الحياة زل اللي تم تزديل عقبات كتير او من قبل الشؤون المعنوية في القوات المسلحة وبالعكس يمكن كل يوم بيتابع معنا خطوة بخطوة وصلنا فين وحيشاركوا في التصريح في المشاركة في التصريح في الإجراءات في مثلا حتى الحاجات اللي هي زي هيئة الساد القاهرة المجلس قومي للرياضة حاجات دي كلها هتتم بدون مصاريف عشان نقدر نقول الدخل والحاجات دي كلها تخصص لصالح المصابين والشهداء احنا برضو الدخول في الاحتفالية دي مجاني هقولها جميع المصابين والشهداء حيبقى معهم زي تصريح هيخشوا مدعوين مجانا للاحتفال باقي الجمهور عاملين تزخر رمزية درجة ثالثة بخمسة جنيه درجة ثانية بسبعة درجة أولى بعشرة جنيه مبلغ رمزي كنوع من المشاركة برضو الشعبية والمجتمع لتدعيم الصندوق والمبادرة اللي احنا بنتكلم فيه اجل حيتم نقلعها على الهوى طبعا حتكون في القناة المختلفة منقول على التلفزيون المصري طبعا حيتقله القنوات الفضائية هل فيه اي شركات دعيمة للقصة دي شركات خاصة مثلا أو والله احنا بدأنا من مبارح يعني فيه احد رجال اعمال الشباب اللي عنده مصانع حديد موجودة في البلد هنا بس مش حديد اللي احنا عارفينه يعني ام باول مبادرة مبارح ان هو حيترح برضو بعض الوظائف وحيدع عماليا وهي دعوة النهاردة لكل المجتمع وكل رجال اعمال وكل المنظمات والشركات الخاصة انها تشارك في الاحتفالية طيب خلينا نتكلم ونقول في الاخر انا بسيك بس لتعرض الافكار دي فارقة الاحتفال بشكل عام سواء في الميديا او لما جيت تتكلم حتى عنها مع الناس او ايا الكنيان كان كنت الناس مرحبة ولا قبلت بوجهة نظر اللي بتقول احنا نحتفل بايه واحنا لسه اصمع معناش حاجة اللي هي وجهة نظر موجودة ومحترمة ولازم نحترمها ده الحقيقة كان فيه ترحيب جامل جدا انا عايز اقول بس حاجة في حتة اللي هي الناس اللي بتقول نحتفل بايه احنا لما بيبقى فيه فريق اللي بيشجع فينا فريق زي الاهلي او الزمالك لما بيلعب فيه وراءه وبيكسبها ولسه الدوري لسه مخلص الدوري بنتلع نحتفل بالمباراة اللي هو اكسبها فعايز اقول ان احنا لا يعني عايزين نحتفل بكل خطوة جديدة بنعملها نحتفل بيها عايزين نفرح بقى شوية بس هي فيه ثقافة بتقول ودي حاجة فينا احنا كطابع مصري ده انت ترامل زكارت الكورة دائما فينا المشكلة دي نعمل ماتش ونكسب ونبقى زي الفل فنحتفل بقى بيك قوي فتيجي الماتش اللي بعد تقوم ايه ما انت ريحت بقى ما انت خلاص بقى كسبت فتيجي تعقب الماتش اللي بعده وانتبقى هي دي مشكلة فهي فكرة نفسية اللي هي نحتفل بشيء معناها الموضوع اتقفل ونحتفل دي وشكرا لهم باي باي وهي وروحنا وده يمكن كان قالوه السوار قبل كده او مجموعة كبيرة جدا منهم لما قالوا احنا خلطنا لما سلنا الميدان اصلا في اول يوم فانت رأيك ايه في الكلام ده اما ما سابوش الميدان بالعكس لا انا شاف ان فيه اللي هم عملوه لا حقق كتير وانا بقول حلال اتفاق اتفاق سياسة خالص بس انا بتكلم بشكل عام ان ان انت بتروج لفكرة ما ممكن تقابل بالرفض او بالانتقاد اي فكرة واي مبادرة في العالم كله لازم قليها المؤيد والمعارض ولكن يعني يمكن احنا كل الجاتل اللي اتكلمنا معاهم سواء مجلس اعلى سواء وزارات حكومية سواء شباب نفسهم سواء منظمات المجتمع المدني لا يعني يتكلم بالنسبة 90% كانوا مرحبين جدا وده اهم حاجة طيب اربع احتفالات هتبقى يوم 25 يناير اللي خاصة الشيناير هكون في مدال التحرير نفسه طيب وما كانش فيه اي خوف او اي ترقم من ده لان فيه دعوات للمتظاهر وفيه 25 يناير فيه دعوات لانه يكون ثورة تانية ويمكن لو تفتكر عائد العمال لما كان فيه دعوة الاحتفال بعيد العمال اي خبس دقايق وستيج تهدل اصلا فما خفتوش برضو من ده تنظيميا انا اشبتكلم سياسية بتكلم على الارض لا انا واسخ من نجاحها لان التنظيمين اللي بيشف على تنظيمها وتأمينها والقيام بها هما الشباب نفسهم يعني دي حاجتهم فاكيد حيامنوها وحيوموا بيها على اكبر وجه فكناحية قلق طبعا بغد نظر عن ان فيه التصريح وزارة الداخلية البيانة تلع من القوات المسلحة انه هو هيحمي المنشآت ويحمي الشعب يوم 25 لكن انا بقول ان نجاحها وتأمينها هيكون من الشباب نفسهم فنواثق زي ما هما عملوا فيه متطوعين يعني غير يعني هل متطوعين من الجيش ولا من بر الجيش ولا من الشباب يعني كلمنا اكتر عن لا لا كلها من الشباب الثورة تحت 25 يعني كلها يعني ما فيش اي تدخل من اي جهة من الجهات معنا طبعا اللي هو التأمين الخارجي اللي خارجي الميدان قدر الله لو حصل اي احتكاك او تعامل لكن حتى اللي جاني الشعبية او اللي جاني التأميني اللي حيكون موجودة في قلب الميدان من الشباب نفسه اللي بيأمنوا الاحتفالات طيب كانا بقى على الاوبرات انت قلت فيه اوبرات حيكون موجود في يوم 10 فبراير مين اللي من اللحن الاوبرات بيتكلم عن اي يعني هو تأليف مؤلف شاب اسمه باسم صلاح وتلحين الفنان محمد مرسي هو بيتكلم على بيحكي الحكاية بيحكي الحدوتة في تونس وبيحكي الحدوتة في ليبيا وبيحكي الحدوتة في مصر وبعد ما الحدوتة تتعاملت بيقول بقى ايه اللي هيحصل وايه انجازاتنا وايه امنياتنا للبلاد كلها البلاد العربية ومصر اداتنا ايه فيعني هو بيحكي انا مش عايز بس احرقه بس هو بيكلم في فقرة الاطار نفسه اللي حاصل في الصورات اللي حاصلت طيب خلينا نتكلم بقى مستقبلا يعني بعد الاحتفال او حدك اصلا حدك وزيتك اصلا كمنصق الحفلات او ايفنس ولا لا يعني انا انا رئيس احدى الشركات الخاصة متخصصة في عدة مجالات الامن والتنظيم للاحتفالات ومعرض احنا اشرفنا على الاحتفال بتاع رفع اطول عالم عالم مصر الاطول سارية فالحقيقة احنا اي احتفالية هتكون احتفالية وطنية وبتخص البلد هنشارك فيها اه وده اللي يجي سؤالي بقى هل المخطط باحتفال بثورة ايان كان يعني احياء الذكرى اللي هو بقى في الاربعة ايام دول او اربعة ايبنت دول هل فيه بعد كده خطط لاستمرارها بطريقة تانية زي ما تقولت بسهن مشروع توظيف الشباب مش عارف ايه الكلام ده او ايه احنا يعني بعد الاحتفال طبعا هنركز اكتر في موضوع التوظيف هنركز اكتر في موضوع التطوير داخل البلد هنركز اكتر في موضوع السياحة وممكن احنا دلوقتي ترقنا باب جديد برضو اللي هو السياحة الرياضية وليه بنقول السياحة الرياضية لان يعني كل شعوب العالم كله بيحب الرياضة كله بيحب القرى فاي فريق بيطلع يروح يلعب في حتة او في حدث ريادي كلنا بنتابعه فقلنا ان افضل وسيلة ان احنا نقدر نقول بها للناس ان فيه استقرار في البلد ويعني بقى فيه جذب للسياحة المصرية تاني ان احنا بدأنا عمالنا احنا من ثلاث يام كان فيه مؤتمر صحفي جدنا فيه اخبر الاندية البرازيلية والايطالية والاسبانية كانوا موضوعين هنا في مصر وعملنا مؤتمر كبير اوي حقيقة الناس لما اتكلمنا معهم حتى بنقولوا انتب تعرفوا ايه عن الرياضة في مصر تعرفوا عن القرى في مصر قالوا احنا نعرف الهرم ونعرف ابو الهول برغم الانترونت وبرغم التصورة التكنولوجية فالفرق دي لما تيجي مصر وبيجوا معهم مشجمين بتاعتهم هما لما بطلعوا يتكلموا عن مصر والاستقرار واللي يمكن يعني رئيس احد الاندية البرازيلية الكبيرة اللي كان مجرد في المؤتمر قال كانوا موجودين علشان بترواجوا او حيبقى فيه ايفنت يعني احنا عملنا الحقيقة من هنا لغاية اخر السنة سلسلة مباريات مع فرق كبيرة قوي زي فلمينغو البرازيلي زي دلوقتي في أتلتكو مادريد اللي غير قبل كده جاي يلعب زي ملجة الأسباني هيا كردو مع المتخب الوطري ولا مع اندية لا مع اندية وبس مش هنلعب في القاهرة هنطلع في اسكندرية وهنطلع في بورسعيد وهنطلع في الإسماعيلية فعايزين ناس تشوف كلها مصر طبعا يعني فيه بقى المفاقات الكبيرة اللي احنا بنعملها للجمهورين احنا فيه اتفاق مع الثلاثة عندية ليفربول والأرسنال ومنشستر يونيتد ان شاء الله التلاتة بنشوف مين فيهم ان شاء الله اللي حيبقى متاح هيجيب في شهر التلاتة موافقين حنشوف الافضلية ان هو يجي يلعب في شهر التماني في التوقيت يعني مباراة برضو وانتعتقد دي حتبقى يعني حدث مهم فيه تنسيق تاني مع المغرس القومي للرياضة ان شاء الله هيبقى فيه حدث كبير قوي بس انا الحقيقة مش عايزة اقوله هتبقى فيه بطولة بتقام في محافظة الوادي الجديد هي جديدة على العالم مش بس في مصر وهتبقى مصر اللي لا تسابق فيها فخلينا بعد ما نتم الاتفاق ان شاء الله نعلن عنها قريب في خلال الاسبوع كده ان شاء الله اكيد طيب احنا بنشكرك جزيلا على وجودك معانا وزي ما قلنا تاني برغم من يختفق او من يختلف على فكرة الاحتفال سواء هو احتفال ولا احياء بالذكرى ولا ايا كان لكن اكيد احنا اي حاجة ايجابية حاليا ما تحصل في المجتمع مش هنقول لها لأ حتى لو كنا يعني حتى زي ما انت قلت حتى لو كنا معارزين المبدأ او لأ بس في الاخر لما تقولي انت هتعمل فرص عمل زي حاجة مهمة جدا لما تقولي انه هيبقى فيه تكريم لطيف او تخفيف عن ارواح او اسر الشهداء وانت هتديهم حاجة لطيفة كده يعني فيه في مجمله حاجة ايجابية عايزين نقول بقى يعني وحنا بنحتفل زي ما قلنا كده في حب مصر يعني ننحي بقى الصراعات جانبا شوية يبقى فيه نوع من المتصلحة الداخلية احنا يعني في الاخر البلد اللي موجودة فيها اللي بيولع في حتة وهو موجود فيها هو بيولع معاه فيعني دعوة حب بقى المصر كده وان شاء الله دينا تستقر حنكون متابع الحفلات والاحتفاليات وحيكون معنا اكيد حدثك تاني نتكلم على نتيجة بقى الاحداث دي كلها ورد فعل الناس على هذين الاحداث ودعوة لكل الشعب يحضر الاحتفال معنا ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله لأستاذ شريف خارج مناسك لعمل احتفالية في حب مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسه الكلام عن السنة الاولى من الثورة تكتمل او لم تكتمل بغض النظر بس هي السنة الاولى من الثورة هيكون بكامل معنا وحيكون معنا المضيف المتميز جدا ومجموعة من ديوف عيدة في حديث الاربعاء خليكم معنا